نحن نتجول في احدى القرى التقليدية الشعبية في دولة الموزنبق حيث معنا المرشد عمر لكي يعرفنا على طبيعة هذه الحياة في هذه القرى البسيطة وكيف الشريحة الفخيرة من الموزنبقيين يقاومون ويصارعون من اجل حياة كريمة أكثر نحن نحن هناك قصيلها لماذا يدعون؟ الآن هي موتى أعتقد أنها موتى أعتقد أنها موتى لكن يمكنك أن ترى ويمكنك أن ترى ويمكنك أن ترى ويمكنك ترى بعض المرأة ويأتي لا يمكنك أن ترى لكنها بخير حسنا موتى 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 هذه حجرة النوم لكن لا يوجد موتى لا لكن موتى وهناه موتى وظهر مثل هي بركة؟ ما هذا؟ هذا بركة لذلك يوجد للمنزل حجرة الزوار لإستقبال الضيوف طبعا هذه الحجر مصنوعة من نبات جوز الهند كما أخبرنا كما نشاهد هنا الأشجار جوز الهند محيطة بالأحقارية من جميع الاتجاهات وهم يستفيدون من هذه الشجرة شجرة جوز الهند في أكثر من شيء حيث يستخدمونها في بناء بيوتهم ويستخدمونها أيضا في صناعة هذه الحصائر هذه جوز الهند نعم؟ نعم نعم هذه الحصائر كما ترى أني لا يملك الهند وقد استعملت هذا لتأخذ الهند وإن أخذ الهند أخذ الهند من صفحة أو شيء نعم أو شيء نعم لن يمتح فى المحل ون يتعالى هو قال بأنه أخته التي تعيش فى هذا المكان التملك صنبور أو حنثية ولذلك تستخدم هذا السطل لحمل المياه وحضاره من بئر المنطقة المجاورة نعم هذه الحصائر ايضا يستخدمونها للجلوس والنوم ايضا ذلك هو الحمام ونشاهد احد الفتيات الصغيرات والتي تقوم بعملية غسيل منافس وهذه هي ابنة اختة والتي تقوم بعمل التنظيف هنا هذا هو الحمام شجرة المانغو لكن اقوموا بعمل انه لا يحتاج ان يتجه لنا في كل مكان من هو هنا ؟ انهم يملكون بمطارة لانشاهد ثمار مانغو وحسب انه موجود في كل مكان هذا هو سورة ما يعني؟ سورة سورة هو كبير كوكونات 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 مساعدة لك الرجل الصغير أيضا في أحد أشجار كوكونات جوزهن كوكونات كوكونات فهو كوكونات كوكونات وكونات موضوع وكونات ولكنك تجده فهو جميل وليس ككونات وكونات جميل في ختام هذا الجزء نحييكم نلتقي بكم في الجزء الثاني في جولتنا في هذه القرية شكرا السلام عليكم ورحمة الله شكرا شكرا